السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمين ايه ان شاء الله تكونوا بخير ورجعنا لكم بعد غيبة طويلة عشان نكمل باقي حلقتنا وهنا مع بعض شايفين ان الجني بتاعنا قاعد ويتأمل وعمال يغسل في الحاجة بتاعته ويمسحها وفي نفس الوقت الملك الشيطان اللي هو الجني التاني عمال يعيط عشان خارطر هو بيحب كل حاجة نظيفة والجني الشقي بتاعنا عمال يوسقله في الشقة كلها بحجد ان هو خلاص بقى شريك معه في الشقة وهنا بنشوفه البنوتة دي عمال يتاكل اكل رهيب وفي نفس الوقت مش بتدخن وليه بقى السبب عشان خاطر هي عندها جني عمال يتغزة عليها وهنا الجني ده فتح تلاجته لقى في البنت الميتة اللي رحها رجعت بدم سام دنج ودبعا عمال يسأل هي قاعدة ليه في التلاجة قال له عشان هي رحتها وحشة جدا لان هي ميتة اصلا وحنا حطناها في التلاجة عشان الريحة تروح قال له يعني انا خلاص يعني انا ناقص كمان تجيبوا لي واحدة ميتة في التلاجة وراح قافل التلاجة بسرعة عشان الريحة لا تطوك قال له يا عم افتح تلاجتي طلحها من جواها رحوا مطلعينها قالوا لها انت ايه اللي حصل قالت لهم انا مش فاكرة حاجة خالص انا كل اللي فاكرة ان انا رجعت للحياة بدم سام دنج لكن انا افتكر اي حاجة تانية مش فاكرة وانا اسفى لكم جدا ان انا ريحتي وحشة بس انا مش قادرة اعمل حاجة خالص تانية وطبعا ده مجنن الملك الشيطان جدا لان هو ايه ما بيحبش الريحة الوحشة ما بيحبش قلة النظافة وهنا بيقوله انا مش عارف نعمل ايه قال له خلاص تلما هي رجعت بدم سام دنج سام دنج هي رتتصرف معاه فبتقوله طب اعمل ايه رح قال لها تعالي خشي جوا الشنطة دي وطبعا هو عايز يوديها عند سام دنج وهنا الشرطي دوت هيشم ريحة وحشة جدا بيقوله الريحة دي قاله لما تقلقش دي ريحتي دي الموضة الجديدة وهنا حيوديها للسكرتيرات تاعتها اللي هي الكلبوبة لو تفتكروا طبعا هيوديها لها ويقول لها لازم تتصرروا وتوديها لسام دنج وهنا وديها لسام دنج ونزلوا لها ونضوها وتصلوا بيها وقال لها لازم تنزللنا حالا لان انتي لازم تلما انتي اللي رجعت لها للحياة لازم انتي اللي تحرقيها طبعا هي بتقول لهم احرق ايه واعمل ايه فطبعا هي عمالة تتحرك هنا فبتقول لهم يا صعبان عليها جدا لان هي حتى ما تعرفش اسمها ايه واهلها حيدوروا عليها ومش حيلقوها. طب ايه الوضع? هنعملوا ايه يا جماعة? قالت له لأ انا مش عايزة كده. انا عايزة ان هي اه هتقول له احنا المفروض نغير من شكلها ونخليها نضيفة شوية عشان تفتكر اهلها مين ونعرفوا ايه حكايتها. وهنا هيودوها للملك اللي هو ملك الشتاء عشان خاطر يتلجها ويخليها نظرة تاني. عشان انتم عارفين طبعا ان الاموات لما بيعفنوا عايزين حاجة كده ابرودة. وهنا هيروحوا تاني لاخو ملك الشتاء اللي هو ملك السيف. ملك السيف لمؤخذة لان هو شقيقته. هتبصوا هتحسوا ان هي نفس الشخص بس هي شخص تاني خالص لكن هي نفس الشخص يا جماعة انتم فهميني. طبعا هنا هيقولولها لازم تجميليها وتغيري كل الخدوش اللي عندها. فهي كان هتفكر لسام دنج هي اللي عايزة المكياج وعايزة تتمكيج. قايت لها لا ده هي. قايت لها بس انت برضو محتاجة. هنا هيقول لها بصي غيرناها خالص. وفعلا غيرتها خالص. وخلتها نظيفة. بس يا خسارة. عينيها طلعت من عينيها. رحت قايت لها لا تعالي لها تاني لما عاملك سيانة تاني. وهنا لقت المنشفة دي. وعرفت ان هي مخصوصة لنادي رياضي. وقالت له دي كانت معيها. ولازم ندخل نادي رياضي ده عشان اعرفه مين هي. وفعلا جاب لها دعوات من الرئيس الكبير قوي. وراحت النادي ودخلت هي وهي. وقابلوا المدربة. وقالت لها انا عايزين انت تعقيت لها انت عارفها. قايت لها لا انا معرفاش انا اول مرة شوفها. وهنا قايت لها اعجي هنا وما تتحركيش. ونفس الوقت لقيت بنوتة عمالة تشرب وتاكل وفي عندها زي وحشة عمالة ياكل منها ويتغز عليها. وهنا الشخص ده دخل عليها ولقاها قطع النفس فالص. وكان حيفرج عليهم الدنيا وفضحهم بس هي راح ايه سحبها بالراحة وهو رجع ملقاش حد. وهنرجع تاني اللي هو بيكون بيستضيف ديف عنده. وبيقول له ادخل ادخل ما تقلقش. الملك الشيطان مش موجود. تقدر تعلق برضو جاكتتك هنا عايزي خالص. هيقول له ايه ده? هو انا عايزي ان انا قال له اه انا خلاص بقيت شريك في البيت. قال له ايه ده? هو ما كانش يقدر يخش ولا ايه? قال له اه طبعا. كان بيخاف جدا من الملك الشيطان. وفاق اكده هيلاقيهم هما اللي اتنين بيجي لهم رسالة في نفس الوقت. هيقول له ايه ده? هيقول له لا ده موقع دردشة سام دانجة حطيتنا فيه. قال له ايه ده? انتو اللي اتنين حطيت لكم مركبة دردشة. وانا لأ. وهيكون متغاص جدا. فبيقول له ايه? ان خلوكتوا مضم معنا. هيقول لهم لا انا مش عايزة انضمان بس هو في نفسه هيكون متغاص وحيتجنن ان هي مستقلة فيه. وان هي كمان ما خلتهش دخل في موقع الدردشة معاهم. وقال له ازاي يعني اتدخل كنت وانا لأ. بس رح ساكن. وفجأة جات البنوتة اللي هي الحية الميتة وقعدت في وسطيهم. وقالت لهم هي جات وصلتني ومشيت. وفجأة حيلاقيهم هم التلاتة جالهم نفس الرسالة. وطبعا هيتجنن. وحيقول له قلت لك مش عايزة انضم. رح فجأة هيقول لهم ايه ده? طب هي ادخلت كنتو كلكم كده ليه? هيقول له لأ ما احنا عشان احنا آآ البنوتة اللي هي الحية الميتة دي احنا اللي بنتصرف مع بعض. وهنا هيقعد متغاز جدا. وهيقول له انا عمري متغازتي كده. هي ازاي تعمل فيها كده وما تخينيش هخش في في موقع الدردشة بتاعهم. وهيكون قاعد متغاز وغطبان وغيران جدا وهيموت. وهي عندها هنا عمالة تستكشف عايزة تعرف ايه حكاية البنوتة اللي هي الحية الميتة. وايه? تبصوا بصوا عمالة تاكل اكل رهيب يا جماعة. وهنا سام دنجة هتجي للموظف بتاعها لطلب منها توقيع للجني اللي هو المغني المشهور. وهيقول لها تقول له ايه السور الغريبة اللي بايدك دي. هيقول لها لأ اصلا انا عايزة تخس وبتحط الصور دي عشان خاطر تبقى حافز ليها قدام الميزان. كل شوية عملت اه تعمل رجيم وتحاول تخس. وهنا بيحاولوا يستدراجوا البنوتة اللي بتاكل كتير قوي ومش بتخس. ومش بتتخنصر يا جماعة. هتقول لها لأ اصلا انا معي واشم الواشم ده مهما اكل. مش هيخليني ان انا يحصل لي حاجة خالص. وهنا الملك الشيطان بيطلب من سام ننجي ان هي اللي اتقرب من الوحش اللي بتغزة على الناس اللي هم عايزين يخسه. هتقول له ليه يعني انتو روحول وحيقول لها لأ هو مش هيقرب غريب من البشر. وهنا حينزل اوه غنج اللي هو الجني الشاء التاعنا. وهيكون الدنيا برد جدا بس البنوتة دي اللي هي الحياة الميتة مولاعة على درجة عالية جدا عشان خاطر ايه هي ميتة ولازم تبقى قاعدة في برودة. هيقول لها خشي التلاجة ما تسيبيني في حالي. وفجأة حيلاقك ايه ده تليفون? هيقول لها ايه ده? ميتة وعندك تليفون? هتقول له اه سام دنجي جابت هولي. وقالت لي عشان كل حاجة توصلني. قال لها ايه ده وعتقول ليه كمان ان انت دخلة في موقع الدردشة. هتقول له ايوة دخلتني عشان كل حاجة نعرفها عنها ونعرف كل حاجة اللي بتحصل. هيقول لها اش معنى انت انا يعني? هتقول له لا انت مميز بالنسبالها. هي مميزة بالنسبالي. لكن انت مميز بالنسبالها جدا. انت عندك خط تواصل بينك وبينها على طول. يعني منين ما تعوزك? هتبقى موجود في قدامها على طول بالأدالة في ايديك. هيفرح جدا وهيحس ان هو مميز. وهيقول لنا فرحان. وفي نفس الوقت البنت دي هتقول له ان هي راحت تقاتل الوحوش في ناية كلاب. وانك هيروح هو كمان عشان يشوفها ويدور عليها. وهيلاقي فعلا فيه وحوش. وهنا هتخش للبنت اللي بتاكل كتير ومش بتتخد. وحتقول لها انا عايز اخس انا كمان وباكل كتير وعمل ادخل. هتقول لها طب تحب ان انا ساعدك? وهتنقل الوحوش اللي عندها لعند سام دنج. وفي نفس الوقت كده هتبقى سام دنج برضو عندها وحش بتغزة عليها. بس هيها هتكون مبسطة جدا عشان هي قادرة تاكل كل اللي نفسها فيه. وهنا حيروح للبنت دي وياخد منها الوحوش وحيخلي الوحش يختفي. وحيدور عليها وحيلاقيها وعملها تاكل وجايبها اكل كتير جدا لان هي ضمن ان هي هتاكل ومش هتتخد لان في حد بتغزة على الاكل التاحة. هتقول له بقول لك ايه? او عاد خليه دلوقتي غليه شوية معي لغاية مكل كل اللي نفسي فيه من غير مطخم. شوية كده خليني اسبوع. هيقول لها لأ. تقول له طب تلات ايام. هيقول لها ولا دقيقة. وفي نفس الوقت هيروح جاي حاطت ايده على الوشب عشان يخلي الوحش يختفي. وهي هتبقى متغزة منه جدا. وهنا حيروحوا تاني للجم او اللي هو النادي الرياضي عشان يعرفوا ايه اللي حصل. وهناك حيلقوا بنوطة عمالة تبكي جدا قدام الميزان لان الميزان مش بينزل. هي عمالة تعمل كل حاجة عشان تخص والميزان مش بينزل. وقتالي الوحش ده جوه الميزان. بيخلي الناس تبقى عندها اكتئاب وعشان خاطر يعمله كل اللي هو عايزه. ويبقى ضعفة قدامه. وهنا هتباني الوحش وحتقول لها انا خليك اتنفزي كل اللي انا عايزاه. وهنا هتطلع نقط من دمها. وهتخلي الوحش يبان لان الوحش طبعا اول ما بيشم دم سام دنج بيزهر وهنا هتنده عليه عشان ينقذها. وهيدرب الوحش اسمال ويمين بس مش هيلاقي طريقة غير ان هو يكسر الميزان عشان خاطر يكتفي. وفي محالة العرافة هنلاقي ان الجرة بتاعة المستقبل بتنكسر وتتشرخ. وهنا هنلاقي او غنغ بيداوي سام دنج. وبيحط لها بلاسطرة على الجرح بتاحها. هي هتكون مبسوطة عما تتكلم معي وتقول له انا بصراحة مكنتش مصدقة ان انت هتقدر تحميني بالطريقة دي. هيقول لها لا انا اقدر احميك في اي وقت. بس ايه رأيك? تشيل الاسورة دي من ايدي. خلينا حلوين مع بعض. عشان خاطر انا حاسس بلن انا مقيد بيكي. هتقول له لا انا مش هشيل الاسورة دي خالص عشان خاطر نبقى مع بعض. هيقول لها خلاص هاتي ايدي كده وحطيها في ايدي انا حبقى معاك على طول ومش حسيبك. بس انا حاسس ان انا مقيد بيها. بس هي برضو ما فيش فايدة. مش هترضى تشيل الاسورة من ايدي. وهنا حيمسك ايدي وحيقول لها خلاص انا هحميكي في كل وقت وفي اي وقت. كله بسبب الاسورة دي. وهنا عاعدين كلهم على الصفرة وقاعدين بياكلوا معهم الحية الميتة. وبيقول لها شكلك اتغيرتي خالص. هتقول له اوه ما هي غيرتني. وهنا حتجي لهم رسالة هم وكلهم في نفس الوقت بالموقع الدردشة. وطبعا اوه غنجة هيبقى مجنون وهيبقى متغاص جدا. لان الملك الشيطان كمان هو دخل معاهم في قلب الموقع بتاع الدردشة. هيقول له ايه ده? انت كمان دخلت موقع الدردشة هيقول له اوه. هيقول له ازاي ازاي ما دخلتنيش انا يعني هيقول له يعني ايه? اتحب ان انا ادعوك تنضمي لنا ولسه يعني هيطلع موبايله عشان خاطر ينضمي ليهم اللاجين حقيقي الرجل الكبير ده هيقول له لا لا لا. هو بيبقى عنده ازعاج من الرنات بتاعت الرسائل. فهو مش عايز ينضم. طبعا هو هيبقى متغاص جدا لان هو كان حيموت وينضم. وهنا حيسكت وحيقع يشوفهم بيتحق وحيبقى قاعد متغاص جدا ومجنون. وهنا هي بتحتفل براس السنة وبتكون جايبة ورد وجايبة اكل. لكن هتشوف الولد اللي هو كان في محل العرافة. هيقول لها امي عايزة تشوفك. هتقوله بس احنا المحل بيد. هيقول لها لأ ما تقلقيش. وهنا هتروح تلاقي الجرة المشروخة. وهتقول ايه ده ده اللي شرخها كده. وفجأة هتنتقل للمستقبل وحتلاقي دمار وان العالم بينتهي. وهتبقى قاعدة هزعلانة جدا وحزينة من اللي حصل. وهنا هيجي لها الرجل ده هيقول لها انت شفتي المستقبل. المستقبل ده على عاطكك انت. لان انت اللي لازم تغيريه. لكن طبعا هي مش عارفة هي هتغيره لوحدها ازاي. هيقول لها لأ انت الوحيدة اللي تقدر تغير المستقبل ده. وهنا هم قاعدين بياكلوا مع بعض بيحدفلوا براس السنة وبيتفرجوا على التلفزيون للرئيس منتخب. يعني هو هو لسه حينتخب للرئاسة. وطبعا عمال يعمل في اعمال خيرية. لكن البنت هتفتكره ولما كانت في الناج اللي هو آآ الرياضي اللي كانوا فيه. هتفتكر ان هو كان موجود هناك. هيقول لها يعني انت لسه شايفة مؤخرا. هتقول لهم تقريبا. لكن تقريبا كده هيكون في حاجة تانية خالص احنا ما نعرفهاش. وهنا سام دانج قاعدة وعمالها تشوف هتعمل ايه. وهنا هيده قاعد عمال يفكر فيها. وهيلاقيها هي بتفكر فيه فهيروح لها في سانية على طول. هتقول له ايه? هتقول له انا كنت في المستقبل. ولقيت ان احنا العالم كله هيتدمر. انت كده لازم تحميني لان انا بقيت حاجة مهمة. مش جرد بشرية حمقاء. وهنا بيسأله بيقول له انت هلاقي انت هتضحب مين فيهم? بسام دانج واغنجو. ده اللي احنا مش عارفينه. وطبعا لسه بقى. بقى الاحتاس هنشوفها في الحلقات اللي جاية. هتقول له هنا. انا دلوقتي خلاص. انت دلوقتي هتحميني على طول صح. هيقول لها فعلا. انا على طول هحميكي وما تقلقيش وانا معاكي على طول. يلا لو عجبكم الفيديو وعجبكم ادائي ياريت ما تنسوش تدوسوا لايب واشتراك للقناة. عشان بصراحة انا عايزة اشوف كده الحماس فيكم. عشان خاطر اتحمس واعمل الفيديو القادم. يلا اشوفكم على خير يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. طولت عليكم وان شاء الله.